السلام عليكم و أهلاً وسهلاً بكم فيديو جديد على قناة لستات هنتكلم النهاردة عن الفنانة شرين عبدالوهاب بعد نشرها الصورة لولدتها السيدة كريمة أبو زيد قبل أيام قليلة من عيد الأم اللي بيوافق 21 مارس من كل عام وعلقت شرين على الصورة دي وكتبت ماما حبيبتي والحياء شرين لما نشر الصورة والدتها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع انستجرام ما وضحتش هل فعلاً تم التصالح بينها وبين والدتها وأخوها محمد ولا لأ؟ الغريب في الموضوع ان شرين نشرت صورة والدتها في نفس الوقت اللي انتشرت فيها انباء عن وجود خلافات واخناء كبيرة حصلت بين شرين وجوزها حسام حبيب فهل في علاقة بين نشر شرين لصورة والدتها والأخبار اللي بتقول ان فيه خلافات بينها وبين جوزها حسام حبيب وهل فعلاً حصل التصالح بين شرين وولدتها وأخوها محمد كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في فيديو النهاردة وهنعرف كل التفاصيل بس أبلاقي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وفعل زرار الجرس على كل الإشارات ضروري جداً علشان كل جديد يجي لك لحد عندك أكيد كلنا تابعنا في آخر السنة اللي فاتت الأزمة اللي تعرضت لها شرين عبدالوهاب ودخولها مصحة لعلاج الإدمان وعرفنا وقتها ان أخوها هو اللي وديها المصحة بالعافية وبالضرب وبعد خروج شرين من المصحة اتفاجئنا كلنا انها رجعت لحسام حبيب رغم عدم موافقة والدتها وعدم موافقة أخوها محمد على رجوعها لحسام حبيب وده لأنهم كانوا شايفين ان حسام هو ساب الحقيقي في كل اللي حصل لشرين وانه السبب في إدمانها وانه بيستغل شرين ومسيطر عليها ومسيطر على فلوسها لدرجة ان والدتها سيدة كريمة أبو زيد عملت مدخلة مع الأعلامي عمر أديب وطلبت من أي حد انه يتدخل ويبعد حسام حبيب عن بنتها لأنه هيضمرها وشفنا كلنا كتب كتاب شرين وحسام حبيب واللحظنا عدم حضور والدتها وأخوها لكتب الكتاب وده دليل تاني على عدم موافقتهم على رجوعها لحسام حبيب ووصلت درجة الخلاف والمشاكل بين شرين وأخوها محمد انها كانت ترفع قضية ضده بعد اعتداء عليها بالضرب قبل دخولها المصحة لكنت رجعت في آخر لحظة وقالت انها مش عايزة تعمل مشاكل مع حد ورغم كل الخلافات والمشاكل اللي كانت بين شرين والدتها إلا أننا في فيديو سابق هنا في القناة قلنا أن الأيام هتنسي ومصير العلاقة بين شرين والدتها ترجع تاني لأن في النهاية الأم هتفضل أم مهما كانت الخلافات أو المشاكل غير طبعا الزوج اللي بمجرد الانفصال بينتهي كل شيء بينهم وشرين بنشرها صورة والدتها قبل أيام قليلة من عيد الأم بتحاول أنها ترجع العلاقة من تاني مع والدتها وتصالحها وإن شاء الله تنجح في كده ويمكن كمان أنها بتحاول تسمع نصيحة كتير من المقربين منها وحتى المتابعين بأنها لو فعلا عايزة تنجح في حياتها وعايزة تنجح في شغلها لازم في المقام الأول تكون كذبانة رضا أمها وده بعد المشاكل الكتير اللي تعرضت لها شرين في الفترة الأخيرة زي مشكلتها مع شركة روتانا والقضية اللي بينهم وقزمة صفارها للبنان كل ده قال عنه المتابعين أن السببه هو غضب أمها عليها بسبب رجوعها لحسام حبيب رغم اعتراض والدتها ده غير أن بعض المقربين قالوا أن شرين مش بتسأل عن والدتها ومش بتودها خالص الغريف الموضوع أن مع نشر شرين لصورة والدتها وتعليقها عليها ماما حبيبتي انتشرت أنباء عن وجود خلافات وخناقة كبيرة حصلت بين شرين وحسام حبيب وربط البعض بين الخبر ده ونشر شرين صورة والدتها وقالوا أن حسام هو اللي كان مقوي شرين على والدتها وأنها دلوقتي بتحاول تصلى حلاقتها معاها وبتحاول أنها ترجع للحضن عليها من تاني بعد ما عرفت حسام حبيب على حقيقته ده طبعا على حسب الكلام المنتشر على السوشال ميديا لكن الحياة لحد دلوقتي مش عارفين هل فعلا في خلافات وفي خناقة فعلا بين شرين وحسام حبيب ولا لأ ولا في النهاية تطلع إشاعة لكن عموما إحنا يهمنا أن شرين تصلى حلاقتها مع والدتها ومع أخوها محمد في النهاية هي ملها شغل أهلها وزي ما قلنا في بداية الفيديو أن الأم هتفضل أم وفي النهاية بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي على وعدة بلقاء جديد والحد هنا يكون الفيديو خلص لو عجبك الفيديو أعمل لايك واشترك في القناة وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام